أستاذ كوميديا ومدرسة قائمة بذاتها في المصرح العربية أطل علينا عبر شاشات السينما والتلفزيون والمصرح والإداعة فصارت لزماته على ألسنة الجمهور العربية إنه الفنان الراحل الأستاذ فؤاد المهندس الذي قاد مسيرة مختلفة في عالم التمثيل أخرجت العديد من عمالقة الكوميديا الذين أمتعون بفنهم واليوم يوافق ذكرى وفاته تنزل من الدهليزة ستلاعي عبابه قدامه كوميديا راقية للفنان الراحل فؤاد المهندس قدمها من خلال نحو سبعين فيلما والعديد من المسلسلات الإذاعية والبرامج التي لا ينساها المصريون ومنها برنامجه الإذاعي كلمتين وبس المهندس من مواليد السادس من سبتمبر عام 1924 بحي العباسية بمحافظة القاهرة كان والده عالما لغويا لذلك كان منزلهم قلعة للحفاظ على اللغة العربية التي أتقنها من خلال أبيه الذي كان صاحب الفضل الأول في تنمية مواهبه الفنية وقد ورث عنه خفة الدم وحضور البديهة وسرعة الخاطر الذي ميزه في مشواره الفني عندما التحق فؤاد المهندس بكلية التجارة انضم لفريق التمثيل بالجامعة وشاهد الفنان الراحل نجيب الرحاني في مسرحية الدنيا على كف عفريد وأعجب به الرحاني فضمه لفرقته المسرحية بعد وفاة الرحاني انضم المهندس لفرقة ساعة الألبك منذ تأسيسها في مطع الخمسينيات وكانت هذه بدايته مع التمثيل على الرغم من أنه قدم ما يقرب سبعين فيلما سينمائيا إلا أنه أحب المسرح وظل مع شوقه الأول فمن أشهر أعماله أنا وهو وهي سك على بناتك سيدة الجميلة كما كون مع الفنانة الراحلة شويكار واحدا من أشهر الثنائيات الكوميدية في السينما والمسرح العربي أما عن أشهر أفلامه فهناك أرض النفاق وأخطى الرجل في العالم كما قدم فؤاد المهندس للتلفزيون عدة مسلسلات أشهرها عيون كما قام بتقديم فوزير عم فؤاد التي كان يتابعها كل الأطفال في مصر والعالم العربي توفي فؤاد المهندس في السادس عشر من سبتمبر من عام 2006 إثرى أزمة قلبية تاركا إرثا كبيرا ضمن رحلته الفنية التي امتدت لحوالي نصف قرن استطاع خلالها كتابة اسمه مع عظماء الكوميدية والمسرح